ملا محمد حمائي ما عندكش معاه محمد حمائي جملة عندك النصيف زيتو عندك ننسي انو عندي محمد حمائي مرحب بكم مستمعينا في موجة صباح لحداش وخامسة عشرين دقيقة وقاية مقارونا موزوزة بالقرنيت تنجح 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 مالاليا ايا سيدك باش نغلي والماء نحطوا في القرنيت دبما يغلي وتتنحك الكشيكش هذيكا كلوها كالحمورية نخارجوه نخصلوه بالقدي نقفوه بالقدي ناخدو الطنجرة نحطو فيها بصلة صغيرة زيتونة قرنيت ونقليوهم بالقدي نزيدوهم غرفة كبيرة بتاعتطيب تماطم معجونة نهرسو شوية الثوم مع بسبيس مرحي ونمرقو ونزيدو ملح فلفل مرحي فلفل لكحل وبينسير كان عندك الفلفل الأحمر لمهرس هذيك ويعطي يعطي حاجة وريقارند ونخليوها تغلي حتى لينتيب القرنيت من أسهل أنواع دي السوس هذو مرح نصمتو المقارونة بتاعنا ونسقيوها ماذا بيكم بلاي سباكيتي بلاي سباكيتي وقالدينتي يهديكم ربي سباكيتي وقالدينتي ونسقيوها وكيف بينسير تقرر السوس الزيتة بتاعها نقليو غرينات فلفل ونحطوك السوس نشخشخو لازم تكون مشخش لازم كيف انتي تخقى ونحطي لي لازم ينصفر ما شاك ريت الشقالة ريت وقتلي تحط في المقارونة وتزيدها السوس وتبدأ بكل فراش تعملك تحرك لازم تسمع حس السوس حس السوس لازمو يتسمع شو معناه معناه انتي شخشختها بالسوس معناها رائم شخها قولا وفعلا قولا وفعلا وتزيدها بعد ذيك تزاين فوقها كل كعق القرنيتة ذيك وتحط معها جرينات الفلفل المقليين خطر لازمكلا بالعين شو غلاني نحكي على حكاية اخرى انا اطوراني انا في الدنيا اخرى انا في عالم اخرى في عالم القرنيت ومقارون وتحط حذيك راديو ميد ويحطولك رامي عايش دق ايا مزيك دق ايا مزيك وانا معك